فإذن لما شعب أو دولة عم بتقرر قرارات بصريح العبارة وتقول للرب أبعد عنا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر ولما اليوم أحباء اسمعني بوضوح أن أكثر شعب متهض في هذه الأيام هم المسيحيون الحقيقيون تخيل معي أن المسيحي اليوم متهض في الغرب وفي الشرق في آسيا وفي معظم دول العالم سواء من الإلحاد سواء من الدين سواء من العلمانية وسواء إلى آخره اليوم حتى في الغرب إذا أنت عندك صوت كمسيحي أنت متهض وإذا أنت بتتكلم ضد النظام أو بتقول إن هذا غلط أنت متهض لأن الأنظمة السائدة هي الأنظمة اللا أخلاقية يعني المشكلة للمسيحي المسيحي ولا مرة كانت ولا مرة المشكلة للمسيحي كانت من برة المسيحي واجهت كل التحديات واجهت كل الاتهادات عبر العصور والأزمان يعني هل فيه اضطهاد كان أشرص من اضطهاد الرومان اللي كانوا يصلبوا المسيحيين واللي كانوا يطعموهم طعام للوحوش ويتفرجوا ويتسلوا بلعب ما تسمى الجلادياترز أو اللعب اللي كانوا المصارعات حتى يشوفوا المسيحيين تؤكل من خلال الحيوانات المفترسة ولكن المسيحية واجهت وانتصرت وامتدت إلى كل بقاع الأرض ولكن المشكلة الكبرى عندما تبتدأ الكنيسة بالتنازل والتراجع عندما تبتدأ بالتهادن والمصايرة والمساومة على حساب الحق الكتابي لما الكنيسة اليوم بطلت تعرف هويتها ولما الناس اليوم عم تتساءل طب شو النور والملح اللي لازم يكون حقيقة في الأرض لما الكنيسة اليوم ابتدأت تتساير مع العالم ونظام العالم دخل عدا أنه الشزوز الجنسي والكنيسة معظم الكنيس للأسف الكنيسة الإنجلية اللي سمحت بالزواج المثليين وإلى آخرها أنا طبعا مش ضد الناس ولا ضد الأشخاص كلنا خطى وكلنا نحتاج إلى نعمة المسيح ولكن عندما الأمور الشازة تشرع قانونيا والخطية تصبح قانون وإنه أي إنسان ما بيمشي بحسب القانون صار المسيح أسهل له أن يعيش في السعودية يعيش في إيران يعيش في أي مكان آخر بالحقيقة أنه أسرع نمو للمسيحية في إيران ودول عديدة اللي بتتطهد المسيحيين لكن المسيحية فاهمة مين اللي عم بيتطهدها ولكن إذا أنت عايش في عالم غربي أو مجتمع عم بيتطهد فكرك وبيتطهد قراراتك وعم بيحرمك من كتير إشياء عشان أنت تتمشى مع المجتمع هذه قمة الخطورة اللي بتخلي الإنسان يتباعد وأنه العالم بحيري في هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر